اشتركوا في القناة استثناء موظفي القطاع الخاص من التجنيد الإلزام هو توصية لم تقر إلى الآن البعض رأى في هذه توصية نوع من التجيئة للموظفيين في القطاع الخاص وبالتالي يلجأ المواطن بدل ذهب إلى وظيفة حكومية إلى القطاع الخاص البعض الآخر رأى فيها عدم عدالة وبالتالي هذا القانون قد يكون عرضه للطاعن في أمام الحكمة الدستورية أيضا أوثير موضوع القضية مكتب الخدم لإثار ضيفنا لهذه الليلة وكان هناك ردود من اللجنة حول أن يكون هناك شركة موحدة لاستقدام العمالة المنزلية وبالتالي تخفيض التكلفة على المواطن الموضوع كثير على جزئي هذه الحلقة ورحب بضيفي في الجزء الأول عضو مجلس الأمم النائب كامل أوضحي أكلم طلال الله يحييك السن وقتول عمرك وداية يعني صار فيه جدال ممكن الجلسة مرت بهدوء لكن هذا الجدال هو اللي يمكن عكر صف الجلسة أنت اخترحت وتكلمت على قضية العمالة المنزلية وشركة موحدة ويبت رد السفارة السفارة الكويتية في الفلبين الخارجية الكويتية حول الأسعار الحقيقية قبل الله أهيك على هذا كله والشركة والهدف منها النواب اليوم متهموك يعني لما تكلم الناب سعد الخنفور أيضا تكلم الناب سعدون حماد تكلم أيضا الناب خليل الصالح تهموك أن أنت بتمصلح من وراء هذا الموضوع ولك يعني خنقول يعني أنت بتحط شركتك وبالتالي تستفيد منها ماديا وبالتالي هذا السبب اللي أنت يخليك تراكض وراء هذا الموضوع ولخير طهنت في ذمتك يعني أقول إذا بمستفيد دعاءها لأهل الكويت نعم أطلا ما يجوز تسوي شركة أنا نائب أصير عضو مجلس دارة ما يصير لا دستور ولا قانون ولا لائحة تسمح لي فما بالك أسوي شركة عن طريق مجلس الأمة ما يصير مو على كيفي هذه شركة أنا قدمتها عقل هي العامة لاستثمار من ست سنين قدمتها وقعت معهم ورحت مجلس الوزراء وقعت مع الست وزراء وخلصنا وطلعت بالتلفزيون وقتها ما قدمتها كنت في الداخلية وقدمتها في الداخلية ورحت مع الأسف نعم بعد ما طلعت تقاعد قام واحد من الضباط وده كتاب بإعاز منهم ودها ولا أنا رايح بأمر من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء نادوني الله يذكرها بالخير اللي وصلت الموضوع للمجلس الوزراء الشيخة أمثال أمثال الأحمد دقت علي عقوب جريمة الشاي وقعت لي كامل يعني أنا أعرفك أنت تشتقي ورشا شون يصير ترضى يصير وانت على راس عمل قلت أنا عندي شركة قلت تعال خلني قاعد في البقات لما شرحنا على الطول رفع التليفون يومين نادوني من يسمعوا يمكن كان فيها مصطفى الشمالي كان فيها أنت يا الوزير التجارة بورسلي كان فيها أنت يا وزير الأشقال الله يذكرها صفار كل الأخوان كانوا على الطول اسمعوا قال لازم خلال شهر تصير على الطول ودونا اللي هي العامة الاستثمار قاعدنا مع الأخوان هناك أقروا أن هذه لازم تصير حطوا لي فريق عمل اشتعلت معهم يمكن اجتماعين وافقوا على طول كل الأمور ما الشيء وفي عهد كان وكيل مساعد اللي وداها انتهى سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية الحالي الفريق سليمان الفهد خلصنا تفاجئنا طبعا بعد ما طلعت تقاعد ودوا كتاب أننا عندنا 400 شركة هالشركة هالشركة غير الشركات الجسمة الثانية كان مصارة المشاكل اللي حنا فيها الآن شنو خدام 1250 و1300 وين قاعدين والله قسم بالله الله يحبها الكويت وأكو مثل الكويت يقول اللنجل اللي شيل أكل حق الفقار المساجين ما يغرق هذا يمشي يا بولي هذه الورقة من وزارة خارجية قبل لايك على الورقة لما انتهجمت اللجنة الصحية رد عليك ناب سعدون حماد قال لك احنا نقوم بعملنا الصحيح وفق الدستور والقانون ولا أحد داخلية ونعمل على قانون عمال المنزلية وثبت لنا أن نائبا هو وراء شركة الخدم سعدون حماد اتهم أحد النواب وقد يكون يعني الاتهم موجه لك لأن أنت يتبني الموضوع لا لا شنو ردك على أبو حماد شوف الحكومة سعدون حماد أصلا وهو عنده قانون مقدمة وأنا مع زملاء النواب هم قدمين 23 نائب قبل تسعة تشرت سعدون حماد مقدم قانون نفس الشيء لا 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 عنده قانون يبي ينظم عمل هذا قانون يا بو أصحاب المكاتب قبل سبع سنين حق السيد عدنان عمد الصمد نعم ناداننا قارن بيننا وبين الأخوان شاني يقول لا لا حبيبي هذه شركة كامل عواضي أنا وزملائي يعني قعدنا معاه شرحنا لقال واخرو دوحي لكم مع الوزارة خليبون قلت له احنا شقارين هاي سيد عدنان نفس القانون يا بو هو ردهم يا بو حق الأخ سعدون وحطه وصالنا تسعة تشير احنا مخدين في صفة الاستعجال توقيع من مجلس الأمة تفاجأت يعني دولة زملائنا وانا استحي تروح تشكك فيهم ولا تكلم عليهم يا معود خلصونا قال كامل بنخلص قانوننا لكن لما سمعت واحد من نواب قال هذه شركة خاصة هنا عدنا ثرت هو هذا اللي هو سعد الخنفور سعد الخنفور نعم سعد الخنفور قال استغرب كلام الأخ كامل عواضي أن اللجنة الصحية منحازة لآمر آخر وأنه أول الناس نحافظ على مصلحة المواطن كامل يريدنا أن نقر شركة خاصة له ليش النواب اليوم يتهمونك للعلم سعد الخنفور ثاني يوم يا حبخشم يعتذر منه أعتذر على الكلمة قال والله أنا ما قلت بهذه الطريقة اللي ساقوها ما يصير المور نواب رابعنا ما يصير عن طريق مجلس الأمة أسوي شركة عقدي قال ما يصير أنا أصير عضو من صدار أصلا في أي شركة من الشركات فما بالك أسس شركة لكن ما عرف هو يقول أنا قالولي داخل كامل طاب في اللجنة الصحية أنا طبيت في اللجنة الصحية تكلمت عليهم كلام وأول مرة في تاريخ الأمة يتفقون على على مشروع حق نائب الحكومة مع النواب طرعنا 37 نائب وقطعوا معاي الباجي ما كانوا موجودين يو وصراخ وصارت صار اللي داك اليوم عشان شدي للعلم بس البارح البارح بالليل داك علي الشيخ وزير الداخلية الشيخ محمد خالد قال كامل الشركة بتصير أنا ما كنت موجود هذا تصريح هذا تصريح خطير نعم ومن خاص للوطن وزير الداخلية قالك إن الشركة راح تتم البارح بالليل بعد بين أول ما بلشت المباراة ساعة شم عقب عشر دقائق يقول لها تيريفون يقول لها شيخ محمد قال كامل اتهمت الداخلية بس ما لك شغل أنا أقول لك الشركة أنا سمو الرئيس قال لي وهو سمو الرئيس بس الأوضاع ما تساعدهم يابونا تطلع من عندنا يشوفنا آلية وبنشوف آلية يعني الحكومة تبعي تطلع من عندكم منتو يعني أنا مقدم من محرج الحكومة يابونا طريقة يشوفونا آلية الشيخ محمد عبدالله قبل يومين في لجنة الأولويات هننا قاعدين نعم أقول لها لازم قال كامل شركتك لو سويناها في الدول العالم كلها أكو شركات في أمريكا مثلا والدول المتقدمة مؤسسات وشركات غير ربحية تدري أنت إذا يتسو أنت حين المجالس السابقة كلها نحلت على شنو يطالبون زيادة الرواتب خمسين أو أمية دينار نعم هذه إذا صارت شركة غير ربحية توفر حق المواطن بالشار أمية وعشرين دينار هذه أرقام وانا أقول لك هاي أرقام من سفارة دولة الكويت واللياي أعظم بعد اللياي المستغرب أن أنت قبله شوية تقول أن وزير الداخلية معلي وزير الداخلية موافق على الشركة لكن أنت في ردك على خليل الصالح قلت يعني تعجب كلام خليل الصالح بأن أحد الضباط وزارة الداخلية يقول ما نبي الشركة بينما سمو رئيس وزير الداخلية موافقين على شركة الخدم بعدين قلت مرة ثانية بيعرف ليش سعدون حماد بنبه على مكتب اللجنة الصحية بأن لا يعطوا أي ورقة لكامل عوضي الحين شغلتين بحمد ما يبي يعطونك أي ورقة من لجنة الشغلة الثانية شنو الضابط لما يبي لجنة أكو ضابط مع الأسف رايح كاتب كتاب رسمي مو في عهد محمد الخالي عهد سابق مو في عهد محمد الخالي كاتب كتاب عن شركة استثمار قايل لهم ما نبي والشركة هاي شي تسوي لنا وشي تزيد لنا حنا اللي عندنا كافي لنا هو من اللي دازة ما أدري بس أنا أقول لك سعدون حماد يدري والخنفور صديق عمر أنا معاه تفاجأ أنا قاعد أهاجمه مو مكان موجود وما كان حاضر وهو الوحيد اللي كان عطوه دقوا عليه واحد من الناس اللي يشتغل في اللجنة من زين دق عليه قال له يمعود يقول حق السكرتير مالي أنا أحب كامل ومشروع كامل مشروع يعني إنساني يخدم الناس شا يقوم يدق على الخنفور قال له قال له اللي يبي كامل أعطى بس خنفور قاعد داخل سمع حجوم على اللجنة الصحية ما يدريش السالفة ولا أنا مش تكي عليهم بس أنا عصرت يوم قال له اللي صارت من الأخ سعدون والأخ سعدون نفسه اعتذروا قال لي كامل يوم الأحد باتشر دزولي دعوة في نفسي اليوم وأنا بالجلسة قال تعال باتشر الناقص شركتك اللي هو الأربعة الخميس قلت له قال طرشولي في نفسي الوقت عقوب من الصحة دعوتي يوم الأحد باتشر الأحد عشان نخلص قبل هذا ليش عيل قلت أن سعدون حماد وموصي أنه ما حد يعطيك شيء من اللجنة الصحية بليت على الريال بالحال لا لا ما تبليت عليه هم يقولون هم بيني وبينك يبوني خلصون قانونهم إذا لهم نية ثانية أنا ما أعلم ما ديش في النيات بس أنا أقول لك وهذا الكلام اللي خرعني اللي قال في الأخ سعد بس آخر شي اعتذر قال والله أنا ما قلت يوم قال بعد حنا رفضنا هاي ينيت أنا أنا نائب ومقعيم معاي 37 نائب وبتصير الشركة بتصير لا محال بس أنا قبل لا أسألك السؤال السيد عدنان عبدالسامد قال أكو قم أندى بالموضوع هناك تعارض بين الاقتراحين اللجنة رافضوا شركة الخدم فيبدو أن حتى يعني أن ممكن يصير هذا الاجتماع معاك قدا في اللجنة الصحية ليس ما اللي رأيك لكن ما أن تطلع من الجلسة يتم التصويت عليه بيرفضه ممكن يرفضونا بس رح يروح المجلس الجلسة العودة عندنا غالبية لا إله الله الله كلنا كل اللي وقعوا يعني شوف تخيل محمد الهرشاني أنا موقع موقع لي شاي يقول له شو أنت وقع معاك شاي يقول أوه أنا ما أدري إنه ضدكم بعدين إياه شاي يقول لي حتى لو أنا بوقع هذا شي نادون فيه كل هالكويت بيني وبينك الحين هما محرجين الوضع اللي صار في الكويت الكل يبي الشركة ترى الوضع مو شي سهل أنت تدري العاملة المنزلية هذا واحد صحفي يوم اللي عطيتها النسخة يحطيدي على رأسه أقول له شفيك قال أمس يا يبثانتين الفين وخمسمائة رواتبهم الفين وسبعمائة بالسنة يعني معناته خمس تالاف وستمائة دينار إن زين أنا بسأل سؤال شمعاش قال قسم من بله الف ومتين يعني أربع معاش ثلاث شهور ونص أربع شهور بش ياكل قلت لش تاكن انت تقول مورتي تشتغل إذا الكواتيين شدي هذولا لو قاعدين في وظيفتي ويشوفون الحريم شنون يون يبتون البعض يبتون يمكن جبر العنزي يدري العميد جبر كان موديل غانونية ياتنا وحدة أم شهداء تبتشي تقول أنا عيالي قدمت سووا وفيني شدي وشدي ناديهم بالمكتب نقول لها سلم فلوسهم الحين ولتي يبقوا لها عبدالله العلي مدير العمال المنزلية شكنا نسوي في عهد كامل العوضي والإخوان اللي اشتغلوا معاي لا يقدر لا حكومة ولا وزارة ولا عدم يقدر يزيد دينار على الرواتب الأربعة سنين لا نقعتها انصار رواتب أو استخدام نادي للسفارة نقول لها تعال تعال تبي ترفع مالك احنا عندنا خدمات نقدم لهم إذا تيمع أو خدم بيسافرون أو عاملات منزليات شو نسوي نطلب من بيت الزكاة من وزارة الشؤون نسفرهم على حسابنا نقلنا ما لكم دينار وعندنا يوم نعطيهم الإدارة مكتب يستقبلون اللي مسوين لهم مشاكل سواء منها أو من أهل البيت فكنا نقدم لهم خدمات نقول لهم هذه الخدمات ما راح تحصلونها إذا زدتهم ويقفوا شوف الأربعة سنين اللي أنا قعتها نعم موجود التاريخ ما يننحي يعني لا عفوا بس أنت لما تقول الأربعة سنين اللي انتقعته وانتكن في موقع قيادي في وزارة الداخلية ما أحد قدر يزيد أسعار الخدم والعمال المنزلي بالحالة معناته أن الخلل في الحكومة في وزارة الداخلية طبعا طبعا بالحكومة وزارة الداخلية في إدارة العمال المنزلية والمسؤولين في إدارة العامة اللي يجرى بعد على منهم دي شنو مصلحاتهم اللي يزيدون مو نقول لهم سووا شدي احنا كنا نسوي كنا اقول لك من سفارة تفكر بتزيد نادينا السفير قلنا لتشوف احنا كل سنة نسفر لكم 200-300 نتفعلهم الاف ان كان عن حساب وزارة الشؤون او على حساب بيت بيت الزكاة او الناس اللي بيسوون خير نيمع لهم فلوس نقص لهم تذاكر نبصمهم احنا نقعد معاهم ليلليل نسفرهم فهذه الخدمة نقطعها منكم يزيقعدون الان ما قل بعدين ادارة العمالة المنزلية كانت في الفترة راحت مؤملينها انا يمكن الشيخ محمد من اول ما استلم قال لي كامل هذا العمالة وايد مهتم وايد مهتم بس المشاكل اللي تشوفها فموعدني على الشركة العمالة المنزلية يسنعونها كل شي بيسوي الحين امس نزل الشيص نزل تشكيل وزاري الجديد حطوا مديرها الأخ حمد العجمي من محامي من خيرة الشباب في الدارة العامة للهجرة وحطوا واحدة من البناتهم بعد نفس الشي محامية بنت اشكناني من خيرة البنات اللي اشتغلت معهم في حياتي كلها اشتقل باخلاص اعتقد الاثنين دولا يسوونها لخبو خالي تقول بحسين لو انها بكامل مستفيد دام الاجراء يخفض سعر العمالة عليه بالعافية بسوون مود السوري لانا ما تقدر تأخذ اقول يعني ما يصير تستفيد فيها ما فيني شيء استقدر استفيد منك الرد اللي وصل هذا الاسخة مننا قضية الفرق بين الاسعار يعني الاسعار ممكن عشر اضعاف السعر اللي موجود شو السبب ماكو من رقبة دولة عليها يعني دائما يتحججون لخوانا بالسعودية في البحرين فيما تشوف للعلم مرة دق علي واحد اسمه ابو بشار الله يذكره بالخير عنده مكتب قال لي كامل الله يخليك ابيك بموضوع خير شان يقول يا ييني 12 مكتب شوفها 12 مكتب ابي تقعد معاهم قتلى عشان تكشخ على ظهارنا قال لا والله عمي ابي قتلى نزين ابو بشار فكرت بالليل قتلى ليش ما استفيد منهم ايبهم حق مشروعنا طيناديناهم قتلى تعال بس تقعد برا قعدنا معاهم كانوا فيهم ممكن بنات سبع اثمان فكان عندي سؤال ابي اقول لهم يا قتلى لهم سؤال قتلى لو يرجع فيكم الزمان والصيروخ احنا اسمالنا كل فلبينية خدامة تصيرون قدم وين ترعون قايبوا احنا تجار احنا ما عندنا مصب إلا كانوا ثنتين قلنا قتلى هم آسف بس الطلبات اللي عندكم قال كلهم يابون الكويت تخيل ها قتلى عادة ديرة الفلانية قال اقول لك الكويت بعدين الكويت بعدين ابو ظبي بعدين قطر بعدين باج الدول فمرتاحين في الكويت ما عليك منهم حطينا بالغائمة السعودة من بعض التصرفات ان كان من اهل المكات اينا والسؤال ايضا البعض يعز ان اذا الشركة هذه صارت خاصة ان شركة واحدة يبدو ان ما يعرف شو نظام شركة الحكومة اذا ستستملك فيها سلها نسبة ستصير الحكومة في مواجهة المنظمات الدولية الحكومة لان نكون اي تملك هذه الشركة هذا سؤالهم دايما هم يقولون هذا الخطورة فينا بالاخير رح سنل مسؤولية على الكويت يعني الحين انا بس سألك سؤال اذا انت صاحب مكتب سويت جريمة في مكتبك ما يعطمون الكويت احنا عايزين بالغائمة السعودة بالله من منع اطلا للعلم اذا فلبينية او هندية او واحدة مو كويتية تدير مكتب تدير مكتب نزين سويت شي في المكتب احنا امام منظمات دولية دولة الكويت مو انتو ولا الهندية ولا صاحب المكتب صح ولا لا الكويت امام منظمات حتى الكويت نفس المواطن احنا ليش عطينا بقامة السعودة عشان تديره لا اطلا انا اتحدى شوف بقول لك شي ما هو سر الشيخ مش على لحمة قبل سنتين يقول لي كامل شي اخبار مكتبكم وقيت والله لا يحين ضع امرك يالي شوف هذولا ما بيعت ما تقدر عليهم يقول لي جلالة السلطان قابوس يقول هذه شركة ولدكم العوضي لازم تصير وكلنا بنسويها هذه الشركة اللي تشيلنا من غائمة يعني جلالة السلطان قابوس جلال سلطان قابوس هاي شيخ مشعل اقول لي طويل عمر ش دره متأجر قال لي جلالة الملك يقول ما قال لي انا ما اعمنه بس يقول لي شيخ مشعل قال لنا اوه شنو دره قال يدري عن كل شي شايفك بالتلفزيون الظاهر يقول احنا ما قلنا بس هذي الشركة يا كامل لازم تصير شافني في المطار التفت علي انا كنت وقتها رئيس ميليس الأم ونودع صاحب السمو اسأل الله يطول عمري فكان قاعد يمي ويمي سمو رئيس الوزراء قال لي شوف شركة كامل لازم تصير قال لي ان شاء الله طعب هذا سمو الرئيس نفسه الحالي ووعدني وشيخ محمد وعدني بس الأوضاع اللي تصير بس هم هذا يطرح ايضا سؤال آخر يعني على كلامك ان الحكومة تبه هذه شركتها فح لكن طلال مستغرب يعني الحكومة ما تقدر تواجه نواب ما تقدر تواجه نواب لأمر يخص مصلحة المواطن المواطن هو اللي ينمل الأسعار هذه الألف ألف ومئتين ألف وخمسمية حكومة ما تقدر تواجه النواب وتقول هذا شيء لصالح المواطن رح أقرر غصف على المجلس لما بصير غصف على اللي ما يروي بس هي أعطتكم يا أنت أنت اللي صرت بالواجهة الآن يعني أنا ولا علشان هالكويت بصير وبواجه لما تصير أول مرة أطلق حكومة الوزير ما كانوا محرجين الوزير ما كان موجود شيخ محمد ما كان موجود وصارت اللجة الحكومة كلهم صوتوا لأنه يدرون أنه يعني ذكر يوم كل الربع صوتوا وله غايبين وبيون بصوتهم عشان شذي حددوا موعد الجلسة أول جلسة يوم الأحد يوم أول مرة بالتاريخ الشركة بتصير وما عد هذول أصحاب المكاتب والنعم فيهم ربعنا ربحوا وأنا قل لهم ربحوا بعدين تعال ما قلنا لهم سكرون الميزات اللي تأخذها الشركة سووا بس هالشركة راح يأخذوهم مبلغ بسيط من الربح هم ما يبون هم ما يبون يربكون لا بس هو شالي اللي صار البعض يتداول اليوم فيه 400 شركة البعض يقول لك يا أبو طلال فيه 400 شركة معناته 400 أسرة صح بأفرادها أنت اليوم تبتخرب عليهم وتقطع رزقاتهم هالشركة هذي هم ما يسر تقطع بزاق الناس الحين قاعد قصون أرقاب والكويتيين والكويتيات 250 ألف أسرة حرام حلال عليكم أنتوا حرام بعدين أنا ما قلت لكم من قال لكم أنا قلت سكروا المكاتب إيه لقل طا إذا سويت شركة شو لا لا شركة تنافسكم نفسوها الحين شركة الهواتف بس سكروا اقطعوا رزقهم الوطنية أو يو فيفا اقطعوا رزقهم لا يبقى تنافزين ينزل السعر بس دعم بحالة دعم الدولة ممكن تقول الدولة بقدرتها المالية تفلس الشركات لا 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 ماكو بالعكس وما عندهم مكاتب صغيرة يديرون ويسوون مو صحيح الكلام اللي يقولونه ولا يمكن أنا اقطع رزق حد ولا يخبر أنا حد أقص رزق حد حين انتوا كل هالسنين رافعين الأسعار على كيفكم لما اكشفتكم وزارة الخارجية لا واللي ياي بعيد اصبر على ان منطلع باجي الاستفارات بس عليكم بالعافية ربحوا أربعين خمسين بالمئة ستين بالمئة يا معوض امية بالامية ما عندهم مشكلة فقارة بس انت اشرب عاف إذا انت اللي قاعد تطرحها بطلال الكلام الكلام جميل يعني ان هذه فيه توفير على المواطن وان المواطن راح يدفع قيل وبالتالي يوفر على نفسه ليش بالاخير النواب بعض النواب صارت في الخلاف مع اللاجنة وقفوا ضدك يعني لا لا ولا نائب لا اعوذوا بالله احنا شوف هل ليش تخانك توب المجلس اثنين اثنين اللي وقفوا ضدي بعده ما عندهم مشروع يمكن عندهم ربع يمكن عندهم ناس مشتكين عنهم اصلا انتفاجأت انا من الاخ وصعدون امنادي الشركات وقاعد معاهم شان ما ديتني شان ما ديتني قلت عالس ما وجدنا لا ما بطلوا ملف الشركة القانون عندهم قانون هم مقدمين الاخ صالح والاخ سعدون ما حاج عنده مانع ولا يقدروا واحد يوقفوا ببي الشركة الشركة عندنا عندنا 37 واحد من قير الحكومة صوتوا معاي وكانوا مسافرين مجموعة نواب هم بيصوتون معاي منهم انت يقول لك حمد الهرشان يقول هم مرة ثانية بصوت معك كامل يقول عقرب عجدان ما حاج يقدر للا عندهم حاولوا يخشونها وكل ما تقول قال عندنا مشروع وكل ما تقول اخر شي عاد طلع اللي بقلغنا علي اوما صار اللي صار واعتقد كلهم يعني متأثرين وكلهم ازعلوا يعني ما ودهم يزعلوني نزين ان كان سعد او سعدون عقب النجرة يا قاعد عندي ايك ايك في موضوع اخر اللي هو اقرار صار بالجالسة الماضي اقرار قانون التجنيد البعض يمكن صار يتساءل ليش اقرار قانون التجنيد وشنو يعني الهدف من عسكرات الدولة وخاصة ان نحن الكويت بلد مسان من عزمة على علاقاتنا الدول الماسية كانها سمو الأميرة الله يحفظوا هذه بنا لنا قاعدة دول الماسية جدا قوية وعلاقات مع الدول فبالتالي احنا دولة تمتاز بعلاقاتها وبالسلام ايضا فليش اللي جاءوا الى قانون التجنيد شي الحكم منها يعني انا والله ما اعرف انا شخصيا اول ما اطرحوا الموضوع نزلت مقالة انا ضد الاسم رغم انه ترجل عسكري انا ضد المشروع هذا وصوت ضده ليش ما عاجبني انت اليوم المانيا والدول الاوروبية كلها كنسلها وبعدين انتوا كدولة قاعد تنادون انه لا تسووا مؤسسات نبي نحافظ ما عدنا فلوس والنفط نازده والستشين وصال العظم وليس ما عطوا انتوا كلها هذا احنا هذي تكلف الدولة بعدين انت تدري كم واحد يتخرج بول كم واحد يتخرج الثانوية العامة ستة وثلاثين الف او اربعة وثلاثين الف لو حطيت ستين في المية منهم بنات الشباب فوق الاثنعش الف اثنعش الف فكسور اهي معسكر يشيلهم لو تحط في كل دولة الف 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 ما يقدرون صعب ايش هم بيدرون انا ما ادري ولا بيدش في امور انا ما ما ليشغل فيها لا بس ما لكش انت نائب انا نائب اوكي رفقتها انا نطبت ايدي رفقتها الحكومة ما قدمت تصورها انت ما قريت القانون شلون راح يصير بيشتستعبون هذه الكميات كلها ودوا حق شسمة حق لجنة داخلية الدفاع ودفاع وندهم اقتنحوا ودهم وزير ومعا لجنة داخلية الدفاع اقتنحوا ما سألتم انت شون شون راح تسوم بهالكميات هذه كلها من المواطنين شون راح تسومون طبعا هم البعض يقول دولة نصهم بيسافرون نصهم بيسافرون اخر شي بيونه كل سنة بيزيدون عيالنا كل سنة بيزيدون بعدين قدموا مشروع انه تعال التجار بعدين تعال صاحب السمه والله يطول بعمره معطيه الشباب تو بيليون ها مليارين دينار عقشنه وماشتوين لهم مشاريع اذا انت كل سنة بتطلح حمزة من اجاب المشروع عشان شلي ربعنا بعد قدموا مشروع انا رأي هذا شلي لكن الوزير عنده رأي يمكن بس انا اقول لك هذا رأي وزارة اخوان عندهم قال بيه يصوتون ما تؤمن في الديمقراطية هذه الديمقراطية انا ممكن 7 او 11 واحد اللي رفضنا ما اذكر انا والاخ راكان والاخ شايع قضيبي هو كان يقولون ان القانون هذا اللي يرفضون هو التجار لان التجار ما يقدر يستغني عن الموظف اللي عنده بتكون يحسبه بالفلس يعني فانت وقفتوا مع التجار في هذا القانون نعم فانك تاجر انت بعد انا فقير مسجين توقلت تتاجر توقلت انا تاجر حمد الله توقل معاش يعطونا مو واحد اثنين معاشين الحمد لله مغني شاربين نايمين عندي تجارتي بس مو تاجر مثل ما انت اتفسره ولا مثل ما يفسرون الناس الحمد لله الله معطينا اللي يكفينا ويكفي عيالنا بس الحمد لله رب العالمين في القضية اخرى صارتين وكانت محل انتقاد في مجلس الامر وخصصت لها جلسة اللي هي قضية اللاعة التنفيذية للاعة التنفيذية للقوانين البعض قال يعني صارت تذكى صار جدال واختمى بين لاب جمال العمر ووزير الدولة شيخ محمد العبدالله حول عدم انجاز لا على واحد تنفيذي القوانين واحد الشيخ محمد العبدالله قال احنا بس 20% اللي ما سوناهم 80% انجزنا غلطا بعض النواب اعتقد كانوا يهم دكتور عودال الروحي رأيك هل في لك تأخر واقعي ام ان الحكومة انجزت على كلام وزير الدولة بعد الفاصل اشتركوا في القناة شاهدين الكرام بطرار سألت قبل الفاصل حول موضوع لواحة تنفيذية للقوانين اللي يتم انجازها من مجلس الامة البعض قولنا مجلس الامة ينجز قوانين قوانين قد تكون جيدة لكن الحكومة تتراخى وتتأخر في تنفيذها الحكومة ردت في الجلسة قال وزير الدولة نحن 80% من القوانين انجزناها وقال يلا اللي عنده شيخ خلي طلعي شوف استاذي انا بقولك على موضوع واحد ويهمني زين انا واحد من اللي قدمت الدور العقاد السابق والدور العقاد هذا بس الاخوان قدموا في قانون وصار في اسمهم اللي هو التأمين الصحي المتقاعدين يعني انا كلمت الوكيب نفسه قال الغانون يجيز لنا 8 شهور من حقهم يجيز لنا 8 شهور بعدين ربعنا مو متعودين بيني بينك قوانين صارنا حين حنة سنة ونص ستين ماذا سبعين قانون روح حي القوانين مو شيء سهل ها عمل جبان قاعد يشتغلهم ورح تكلم سمو الرئيس قلتنا معود خلصونا مالات المتقاعدين خلي يروحون يرتاحون هذول الناس اليوم اكثر ناس في كل دول العالم 70% من زوار مستشفيات المتقاعدين انتو يوم اللي تشيل المتقاعد اتخلي يروح طبيب خاص تأمين صحي يستانز يفتح لك الطريق يخفف الضغط على المستشفيات بعدين اكرمت الرجل الفقير وهال مسجين امي امك اللي خدمه لكويت اكرمتهم وديتهم مستشفى خاص قال لي انا نادي الشيخ محمد العبدالله وقل ورحت حق وكيل وزارة مساعد قلت له معود ييب ربعك المستشارين حطهم بشهرين قال لي كامل موشيدي وكلمت صلاح المسعد الاملية تطول انت تعرف اليوم الواحد يمكن رائد من الاخوان يابون كيفش يصير بسرعة انا بيت المية ما شفنا شي يش سويت ما نعم اوّد خريطة بيتكم انت عشان تبني بيت يا صغير على قدك تأخذ سنتين سنة بس طلال خلنت تكلم انت في القانون هذا لما يقرر من مجلس الامة هذا ما طلع بين يوم وليلة وقرروا هذا اش دخل في اللجان هذا عندنا طبعا دخل في اللجان والحكومة واستمعتوا الى ودودها وصغطوا القانون فبالتالي يعني مفروض انت كل حكومة عندها يعني على الأقل عندها بس تأخذ اول شي يروح الوزارة نفسها يسولهم آلية تنفيذية يقوم ما يخلصوهم من الآلية يودونها مجلس الوزارة يشوفونها يودونها الفتوى ييبونها يردونها عندهم تالي يودونها عقل وزارة يقولون نفذوا شوف انا اقول لك انا اتكلم يعني ام تابع لي غضيتين ثلاث ابي تخلص بس يا مثل ما قلت لك مو شي سهل يعني انت لو ما تيبلي احنا مجلس الأمة لجاء هلو هما مجلس الوزارة وبروحهم ياخدون كل القوانين هما يعدونها من بعد مجلس الأمة بعدين يودونها للوزارة يعني عملية تاخذ لها لفة ما هو كل ما قالوا لسموه الرئيس كل ما تقول لي في شي انا اتكلم عن نفسي ما اتكلم عن سمي ما تقول لي عن شكله قالك ابشر نادا سووا شري بس تاخد بعد يعني انا اقول لك يوم الاربعة يوم الثلاثة جلسة يوم الاربعة جلسة يوم الخميس احنا منادين لجنة الاولويات سيد يوسف الزلزلة وعلي العمير ووزيرة الشؤون وشيخ محمد العبدالله ومعنا وقاعد نشتغل يعني مو قاعدين اللي يقول لك احنا قاعدين لا لا مو قاعدين عمل يبيه لبرسيجر خاص يبيه لعمل خاص تمشي فيه اوكي البعض يعني خلنتكلم مجلس الامة خاصة مجلسي الصوت الواحد واحد منهم انت كنت ايضا عضو في ابطل والحالي لا يزال هناك يعني كثير من التذمر حول حول اداء مجلس الامة الحالي وان هذا المجلس اللي بعضي تهكوه سميه تهكوه ما يقول لك مجلس بصوت ما انجز شي مجلس ضعيف امام الحكومة مو قادر ان يواجه الحكومة ويحط الحكومة يعني يفرض قدرتها ويفرض راية عليها ويحاسبها شون ردك على الكلام توافق عليه ولا لا اشتبينا جاوبك علي يعني انا بسئلك سؤال وانت جاوبني اقوى المجالس النيابية الرقابية اللي عندهم اي مجالس يلا انت جاوبني بقين انت اتقارن الحياة السياسية وهذا البعض عنده عنده نوع مليش هذا في مجلس 85 و86 ليه ماين هو 85 حل في 86 كل المجالس حلو اوكي هذولا اقوى واكثر الوزراء اللي استجبوا انت جاوبني بقا انا اسأله لا انت جاوبني لا انا اسأله انت شنو انت شنو وزير المالية اكثر وزراء استجبوا وزارة المالية والثانية من بعدها وزراء النفط اكبر بوقة صارت في اي وزارة في وزارة المالية عدلنا نغلطان تأمينات واكبر بوقة صارت او مو بوقة نقول خسروا الدولة مليارات واكبر مصيبة صارت عقل الدولة عقول الشمال وين الرقابة اذا انتم كل هالصياح وهالنجرة وهالاستجوابات وصار هذا كله انا رأيي شديد ما شو سوى المجلس الحالي عين انت شنو تابي يسوي تابي التهواش ولا نجرة ولا استجوابات سوينا استجوابات عين المجالس الاولية ما فيهم مزنين الاولية الاولية اللي انت وانا نعرف ان قبل الكويتين يقولون الكويت درة الخليج الخليج كله منه منه ترى كانوا نواب ثلاثة اربعة اللي عندهم ديكاترا والباجي تبارك الرحمن اما الحين هذا رأيي العمل شوف البعض يقول لك يعني يقول لك ليش ما تحاسب كان في قضية الدو مثلا ما حسبته وراحت اندفعت وهي الغرامة ها غرامة خلط واقع عليك حكم محكمة وزير النفط صعدنا قدم استقاله ومشه وكان من احزن الوزراء هذا للعلمة كان افضل وزير صعد بس ليش مشه ما واجهه مو في اهده صارت مو في اهده لا الغرامة دفعت في اهده اوكي بس القضية ما صارت في اهده قضية صارت في اهد العلم صارت في اهد العلم لكن لا سؤال دفع الغرامة يقول لك ليش دفعت الغرامة بها السرعة هذا الاعتراض لا 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 احنا يا ابنى الوزير الصعد كان فيه استجواب عليه قدم استقاله ومشه مثل مثل الوزراء السابقين والقضية معروفة يعني ما هم سبب ولا هو سبب الناس يقول انت كنت مستشار عند الشركة ما ادري بس انا اقول لك اللي وصلنا حقه قدم استقاله ومشه بس ينتفي الموضوع بهالحاله شو تسوي حكومة حكمة طالع عليك ايه انت تشوف الكويت كانت ملزمة بدفع رامة الدو ايه طالع حكمة بس ما تقدر تتفاوض مع الشركة لا قاعد يزيد عليك كانت مليارين صارت مليارين وثلاثمائة مليارين واربعين لا لا كانت ماشية واخر شيء بس طالع الكلام هذا صحيح وقتها ليش ما وقفت مع الوزير انت عيل خليت الوزير برو ايه الوزير اتحد يوقف مع الوزير بتم صجك بيش ما حاجة يقدر يوقف معه قضية كان صارت مسكينية اطلا المجلس المبطل الثاني انا واحد اقرب من باحمد ماتو كل الكويتين يعرفون عنه بس اخطأ اخطأ خطأ اخطأ في شنو اخطأ في مون في دفع فاتورة يقول اذا ما اذا ما دفعنا قد تزيد هي القضية مليارين اشون اخطأ ما اخطأ بالحالة سوى شيء شيء ايجابي بالحالة اطرش ربعه ودعه مناق اربع وزراء راحوا سوى يعني تأخروا في الزيادة اللي خذوها الاربعمائة مليار الاربعمائة مليون هذه ما مفروض تطلع من ضمن العام بس تأخروا فيها اتفاوها ايك على ايضا وزير الابراهيم لما خرج من المنصب الوزاري ولما قال هذا ثمن مكافحة الفساد او ثمن محاربة الفساد مقدم استقال ترغم انه او شنو رؤيتك في خروج الوزير في الطريقة هذه التصريح اللي قال شوف لو بيدي انا ايب بعد عشرة مثل ابو عبدالوها من افضل الوزارة الكلامه كان صحيح انك يحارب الفساد لا لا انا ما تكلم عن الكلام هذا في عمله في عمله من احسن الوزارة انا جربته في ثلاث قضايا قضية بيان ايام القار وسووا القار ويطلعوا يدق علي انا الشارع الفلاني يعني اول باول وخلص وكلمت على البدع دق علي واحد من اهل البدع عنده وهذولا تبعين دائرتي بيت له قيام وروحنا شفنا وراح طلع ابن حلان وقال لي كامل باشر لا اقوم باشر حفارات نازلة شوف قبل الله انا مصي قبل الله يمشي على قضية الله خير مشي قدم اسمه مشي مش الثلاثة او الاربعة القميس اللي يمعدك علي قال كامل انا مصي حكو حوالين المدرسة مدارس الدعية مدرستين رمول وهذا عشان يقيرونهم فدقوا برا الحكومة ها برا الحكومة قال لي كامل بلشه وبستق مطر قالوا بني السبت يوم السبت انا بالمزرعة مرتاح نايم هو فقير طالع يقول لي كامل ترى بلشه الشقل خليه هذا الكلام سألها للدعية يعرفون رجل غايم بس انا اقول لك كان تصريح قوي ما تحمل احد اخطأ بالتصريح اذا كان التصريح اللي قال السبب الفساد معناه في واحد قاعد يدفع يدفع عشان اسقاطك منه اللي يدفع 350 مليون 350 ألف حق 25 أو 30 نائب منه هذا اللي يدفع السؤال كان شاسمه وهو ما اعتقد يقول شديد لكن الطائف بقصد بدون قصد لكن عرف انه هو اخطأ قدم استقامش لكن كوزير من افضل الوزراء مني انا اقول لك وانا عملت معاه بس انا اقول لك اذا الدبانه ما تطبع لخشمه ربشن الدبانه ما تطبع لخشمه الدبانه ما تطبع لخشمه ليش عصبي يعني عصبي شاقول ما يبي وصفات ما يبي انا شخصية اوكي لكن انا عندي هذا من احسن يوم اللي استجوب انه عادل اخرافي لما قدم له الاستجوب ما شفت انه عادل اخرافي كان محق في بعض الامور لو محق شانه قفه وياه عادل لا عادل عنده محاور ولا ليه الحين انا قاعد امس معاه قال حق الوزير اللي فات قال له ارجوك استجواب الاستجواب اللي قدمته طبعا الناس يقولون عادل عادل قدم استجواب وايد راقي كان نهاية الاستجواب قال هذا الرجل مهني وهذا الرجل نظيف اليد بس خلص دام قال شذي خلانا كلنا نروح معاه يعني هو اللي خلاكم تروحوا مع الوزير لما قال هالكلمة لا هذي شبب من الاسباب انا ارى لو خوي استجواب هذا وانا اعرف عمله واعرف اللي تحته بس اكو ناس ما يبوني بس عادل ليش ما يبوني شو المشكلة ما يبوني انا اقول لك دبانه ما تطبع لخشمه بعد دوابي دا قال لك هذا ماي لون حمر وهو ابيض دازل تقول حمول نضيف كل شي فيه ماني بس بعد الانسان لازم يخطئ وعادل محق استجوابه طلع وصار استجواب من ارقى الاستجوابات اللي شفناها اوكي البعض يتكلم اليوم ويعضع علامات استفام في لجان التحقيق في مجلس المه ويقول ان مجلس المه هذه اللجان التحقيق هي لجان سورية والبعض يقولن الهدف من هذه اللجان هو وعد اي قضية اي قضية تثار بالكويت مجلس المه يسوي لجنة التحقيق وتموت هذه القضية في لجنة التحقيق هل هذا صحيح وخاصة انه ما شاهدنا تقارير اللجان التحقيق خرجت من بداية المجلس الى الان شوف انا حضرت ثلاث اربع لجان لا لا لجان حقيقية شنو يعني حقيقية بالشكل لكن شنو تقارير هيا اطلا اللي يونيش تكون على اللي باللجنة للعلمة انا عرف قضيتين انا محاكيني اثنينة من اللجان من اللي اللي متهمين كامل ما يصير اللي قاعد يسوونا ربعكم يعني انا انا مو واحد ثاني يبقى شون بعد اذا اشعقشت تكون منهم بس يمكن النتائج ما طلعت مشكلة ما هي شديد شوف المشكلة في الكويت احنا انا وياك عندش في مناقصة طبعا انت تقدم مناقصة وانا لش انا فست فيها انت تعرف عيوب ويانا شنو فاذا يدزعق الربع والربع عن حسنية يسألوني الوزير هل اسألة تعال خلنسوي للجان تحقيق وهو رسيت عليه بس خلاص بعد نعم في دول عالم عندهم مناقصة خلاص لكن انت عندك قانون وعندك دستور وعندك مجدس امه وتستقبل شكاوي في لجنة شكاوي طبعا انت يبدأ تسيرة وزير الاشغال السابق وتقول انه يعني من افضل الوزراء ايه كذا اذا انت تشوفه من افضل الوزراء يعني هد التصريح اللي هو تصرح فيه وكان ايضا اثار استياء النواب انت استأت من هذا التصريح ولكن قبلها لما صار فأعتقد في لجنة المرافق الاقتراح اللي تقدم فيه نائب نبي الفضل ان مناقصة المطار تنشال من مزارة الاشغال وتذهب الى الديوان الاميري وصرح ببراك وقته وقال ان هذا معناته طرح ثقة في مجلس الامة في الوزير الابراهيم يعني سبب المطار لا هي بسبب المطار بسبب انه مقادر الوزير يشتغل يأدي يسوي لنا مطار فهذا طرح ثقة بالوزير شوف انا اعتقد المطار قرار سياسي قرار سياسي قرار في اللجنة اللي قاعدة وفيها المهندسين مع الشركة اللي يات واحد منهم يستغل يقول خلصة ومد المطار لمراضحين انتم سوين خريطة وراسي على هذا تسألها السؤال وواحد ثاني يسأل انا اعتقد القرار السياسي ومارسة مرحلة اولى مرحلة ثانية وبعدين تعال قبل لا يلقون المطار مجتمعين وزارة المواصلات ومسوين مطار زغير يم هذا حقا مسوين زين المطار الثاني عين معناته كانت النية موجودة انه يلقون المطار بيسوونا في طريقة افضل واحد من النواب من المهندسين يقول حق الشركة يقول هو القلة في المطار في شسمه في السقف ثلاث ادوار السقف ها ثلاث طباغات شغلة اديدة علينا ما نعرف فيها بس اللي اهم من هذا انتوا سويته ومطار وبعدين هذولة الفرق بينهم وبين الثاني ثلاثمائة مليون بينهم وبين الثاني هم بالك الاول هم الشركة راسية عليهم وطلع الوزير وقال خوش شركة وقال الكلام لا حين اذكر الناس يمكن طبوا في شركة الخرافي العمومة الان املقت يبقى يعدون طرحة اعتقد فيها لا بس انا انا اكلمك على تصريح مثل اما انت تمدح هذا الوزير لا زلت اي وياك ياك نبيل فضل قال هذا رايي نبيل فضل هذا رايي بس ليش ما دافعت عن ريال لا دافعت عنها قولي تعال انت غلطان هو قال رايي وهذا كان وقته موجود هو يدافع عن نفسه بس انا اقول لك انا اتكلم عن شخصي انا ما يقول لي فلان اتبع فلان او لعلان انا اللي شوفه غلط اقول عنه غلط امتاز راييك او اللي شوفه صح او شوفه قوله صح نعم في مكتب المجلس عادة انت كنت انزل في احد المناصد ليش وخرت هل شفت ان اليوم الحسبة يعني في تغيير لا انا رشعت نائب رئيس وخلاص يعني اللي رشع نائب رئيس بعد ما يستدر عشت نفسه من ثر اذا اليوم رشعت نفسك نائب رئيس ما شفت ان الوضع اللي موجود مولي صالحك ايام منا كنت نائب رئيس بلا انا الحكومة صوتت ضدي لو الحكومة لو الحكومة معطيها نوع من نفسك شانا تستعى الاخ بفيسر لكن الحكومة صوتت كلهم مع الاخ مبارك ليش ما كان يظن ليش ما يحسبون ما عدري حدا سألهم بس انت قبل لا تنزل اي انتخابات ما رح سألت الحكومة رح سألت الحكومة قالوا نصف بالنص نعطيكمه ان شاء الله ما يقولوا لك لا ما يقولون لا بس وقت التصويت وقت التصويت يقول ياتنا تعليمات بس خلاص يعني انا بيني وبين الخلينج خمسة صوت لو قاصينهم بالنصب شان انا لي لو هادينهم على كيفهم بس مو معطينهم تعليمات رعيهم بس شلي موجود ببو فيصل ومو موجود في كنتاج ما عدري والله اسألهم امي اسألهم امي ما يصير انا ادافع عن نفسي هو اقرب منه مو ميارون هاي مبو فيصل عندك خبرة اكثر مني الهجوم اللي يصير عليكم دائما خاصة من المعارضة وتحديدا لاغلبية المبطلة مجلس بجيب الحكومة فيه الفاظ ونعود اخرى ما بي اقولها يعني بهجوم مو عليك شخصك ولكن على نجلس ككل ليش هذا الهجوم رأيهم شوف كل واحد لا رأي رأي ينبع من سبب انت تؤمن في الديمقراطية لازم تسمع من الطرفين انا عندي ناس يحبوني وهذا عنده ناس يحبونه مثل العرباوي تقدر تخليه سرغل تساوي لو تقعد مني لباشر لو تسوي اللي بتسوي رأي هذا رأيهم وهم مؤمنين فيه اشخاص معينين وحنا عندنا ناس مؤمنين فينا ما فيه ما تقدر تحجب رأي احد عن اي انسان كان يبقى في النهاية المهم انه الواحد يذكرون يذكرون ناس بخير بس هذا اهم شي كل بلد تمشي ترى الناس ملت الناس بحقت مني ومن غيري ومن الجميع انا اقول لك في مجلس الامة وخاصة بعد ما صار في قرار مشاركة الكويت في قرار الحرب في اليمن صار اجتمع في مكتب المجلس دعا لها رئيس مجلس الامة ماذا دار في هذا الاجتمع ما يصير هذا شيء سري شو انا جاوبك بس بجاوبك يا ايات الحكومة من وزير الخارجية وزير الداخلية وزير الدفاع شيخ محمد العبدالله وعلي العمير وكنا حاضرين اعتقد حنا اربعة وثلاثين وزير وقام اه وزير خارجية نعم الاول رئيس ميس وزراء الشيخ صباح الخالد فندلنا القضية من البداية للنهاية اللي هو رئيس وزير الداخلية لا وزير الخارجية خارجية شنو حصل شنون صار شدي ليش وصلنا إلى هالمرحلة كلنا كلنا موجودين نزين نزين ويا احنا بعدين سألنا اسئلة وجاوبوا علينا صارت في نوع من المشادات يعني نوع من خاصة ان القضية تدري هذي فيه اطراف والبعض يتفاعل معها صار في نوع من المشادات ما صار فيه مشادة كثير ما جدال اشتبه تعرف اشتبه تعرف قولي خلنا جاوبك سيدة لا لا فيه جدال ما بين بعض النواب اللي كان مثلا ما صار جدال بين بعض النواب كل واحد قال رأيه ترى احنا ربعنا كبار بالسن وناس عقلين ما كان ما فينا يعني واحد جدال كلنا كلنا متفقين اننا نعضر اللي خلصنا طلع واحد من النواب في الجلسة قال الجماعة خير نبي نستمع كلنا وعفوا كانوا معنا ضباط وزارة الدفاع كلهم القياديين من رئيس الأركان نائب رئيس كل النواب رئيس الأركان واش رحوا لنا شنو اللي صار وشنو رح توصل الحرب له بعدين كل واحد تكلم كل واحد قال كلام وصل اسمه تابعون شي قلنا واتفقنا اننا لا حد يصرح خلوا التصريح لان الوضع عساس اتفقتوا انه ما حد يصرح ما حد يصرح الا الرئيس يطلع يصرح واتفق الجنتلمان وطلع الرئيس صرح وكلنا رحنا بيوتنا لا بس قبلها يعني ما صار نوع من البعض انه كان لعني بيقول راية ابدا بالدور واحد وراء الثاني واحد وراء الثاني واحد وراء الثاني قلو لهم وصلنا حق آخر واحد المعترضين في ذاك الوقت any بعض علنها صراحة اعترض على القرار عقوب ما اسمعه لاذه وجهة نظر كل واحد قال وجهة نظرة داخل الجلسة بأدب ولا في تجريح ولا من بعيد ولا من جريب ترى احنا بيني بينك اكون معلومة انا بقولك احنا متواصلين مع بعضنا البعض يمكن اكثر من ستة وثلاثين نائب في استقرام استقرام ولا واتساب واتساب واستقرام كلنا متواصلين ناخذ معلومات ونودي حق بعضنا البعض بالواتساب بالواتساب كلنا يعني ناخذ منهني ونوديهني فكنا على طول الخط نكعيد ومتواصلين مع بعضنا البعض لا تقلون معلومات من بعض ولا تعليمات يعني لا 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 ما تينا تعليمات من احد احنا تشوف كل رفع عندنا رئيس يرأسنا في مدنس الامة بس تعليمات ما يعطينا احنا نواب احرار اذا انت شايف احد مو حر هذا السؤال وجه حق انا ارى ان احنا احرار قاعدين في الجلسة ونسمع عندنا كل واحد يقول راية نعم ونسمع من اللي اللي نشوفه بالاستقرام الناقشة في دائرة اثناء ما لا ترواتساب ومتواصلين يعني لا يمكن يوم من ايام يطلع واحد يصير ساعات واحد تختلف معاه براي اردت انا ويا فلان ولا هذا مع هذا بس في النهاية ترى كلنا احمد الله وشك الله انا اقول لك في الجلسة اللي بعدها اللي صار ما بين الرئيس وما بيننا بصالح عاشور يعني اعتقد المادة 68 من الدستور اللي بوصل الله او شي يعني البعض يتكلم اليوم ان صدور مرسوم لقضية الحرب انه يعرض على مجلس الامة البعض في رأي دستور يقول لك ان الحرب الدفاعية هي حق اصيل لسمو الامير يتقذ طبقا لضرورات خاصة انه يكون قرار عسكري يعني يفترض انه اذا كان في حرب دفاعية سمو الامير ما راي يدعي مجلس لما يقوله ما ادافعه لا لا هذا حق اصيل بالنسبة له لكن اللي صالح عاشور صار الجدال شنو خلفية الجدال خاصة انه قال تعال الاجتماع ما يأتي الاجتماع شو المشكلة كانت بيني وبينك هذه عندنا اتفاقيات احنا مع دول خليج ومع دول عربية كلها هذه حرب دفاعية قبل لا تصير حجومي نعم عرب هذه وضحوها لنا كلنا فالاخ صالح ما كان حاضر فكان يبي يسأل على بنت قال الاخ مرزوق قال له صالح اسكت لان انا عطيتك كلمة راح يصير لو يبي يرد عليك فلان بترد على فلان اش حقه بعدين انت ما حضرت يا صالح وسكت الاخ صالح وقعد يعني كان عنده وجهة نظر يبي يسأله مرزوق يقصد لو انت سؤالك هذا مهم كان يتنا بالجلسة يوم اللي اجتمعنا في مجلس المكتب في مكتب المجلس لماذا صالح؟ لماذا كان مرتبط عنده لجان صالح عنده اربع خمس لجان يشتغل فيها ويعني بيني بينك نائب عنده مشاغلة وايد لجانة وايد المرأة عنده الصحية عنده وايد لجان صالح في الموضوع الحيازات الزراعية هذا البعض يقول وتكلم علينا بخليل الصالح ولما تكلم طالب العمير بحالة المتسببين الى النيابة يبدو ان الملف هذا فيه شبهات كثيرة يعني فيه بعض النواب يصرح ان فيه ناس متورطة فيه اول شي يعني انت متورط فيه ولا لا لا اعوذ بالله الحمد لله اذن 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 شو القضية هذه وفلو فيه نواب استفادوا منها ولا لا شوف ايه اختلفوا على فقرة انه انت تاخذ ارض وتحوطها وتبيعها لا ما يصير انا واحد صوت معاهم ازالوا مني الربع يعني انت اليوم اكو ناس يبون تبيعها ويقول تعال لا لازم تزرعها حطينا فترة لزراعتها سنتين وبعد خمس ستين تبيعها 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 بنصف مليون واربعمائة الف ما يصير اوكي لكن الان هذا القانون انتوا سويتوا الان لان ما تتكرر مستقبلا صح ولكن فيه خلل صاير اليوم اللي هو لجنة التحقيق كانت حقق بامور صارت فيه فترات سابقة هل هناك نواب متورطين نواب شوف اسمع مني انا حضرت جلسة من جلسات لجان التحقيق شفت فيه جدية شفت فيه جدية وشفت فيه حتى اتهموا الاخ عبدالله معيوف انا تضايت يعني شفت عبدالله فقير واحد من الضايت لش قل له ايه واحد واحد من المتهمين عبدالله عبدالله عنده يا خور شاري بفلوسة بفلوسة شاري رايحين الشسمة عنده شبرة ستعش متر مخالفة مخالفة ستعش متر شان يقومون يخالفونه نزين ويرصقون الورقة الصفرة على اسمه ويصورونه ويطرشونه يعني بيهينونه يعني انت واحد ياه يتحقق تسوي انت بروحك مخالف فقير شاري وعنده مزرعة باسم شركة همه هو يملك فيها قبل الله يصير فيه نائب العموم كلهم قبل الله يصير فيه نائب في نواب حالين خده وقت الاضوية ما شفت بس اكو لو ماكو اطلن ما يطلع الاسم منهم الحين كل مجالس كل مجالس اللي راحت ماخدين فيه نزين كلهم ماخدين نزين منو معطيهم هذي الاسمه جادين فيه جدية را يطلع تقرير يتطلع ايضانه ايه طبعا راحت يطلع يشوفو شنه شحقه قاعدين قاعدين شلي بس اكيد فيه ناس مخالفين اكيد ناس معطينهم اكيد ناس معطينهم بايعين بس شون تثبت بعد هذا النائب ما يسجل باسمه بس اكو مثل اكو وقت يقول ماكو دخان بدون نار عندهم اسمه بس مو بينا يعني فيها فيصل دويسان وعنده ملفات وفيها فيها فيصل باللجنة مو فيه فيصل باللجنة ايه وهو ويا خليل عبدالله ويا عبدالله معيوف ويا ركام امور ماشية نتمنى ماكو بس انا اقول لك اكو بس شون يبينون من ماكو اليوم واحد نائب على قولتهم يحط شي باسمه طبعا يحطهم باسمه شوفها بس لازم يصيدون لهم اثنين ثلاثة اربعة لازم يصيدون لهم كالعادة رد مجهول نا ان شاء الله ماكو قاعدين شوين تودي ويك من منك انت ويا ربعك باشر تعال انت سويت لجنة تحقيق ولا كو نتيجة عش حقه اقول له ليه بدام سويت لجنة تحقيق يلا واعتقد راح يطل عمفي عشان نفتك منك لا تسألنا هالأسئلة وصلنا بطلال الختام يعني الحلقة مرت معك تناولنا في العديد من موضوعات توقعاتك في الفترة المقبلة متفاء الخير في انجاز المواطن في تحقيق اولويات ورؤى المواطن ام ان تقار قوانين اذا اقرت ولن تجد يعني مكان التنفيذ شوف بقولك شيء انا ضابط في وزارة الداخلية وطلعت تقاعد الآن نائف لو ما احس انا انا انه بيصير شيء ما اقعد ولا يمكن اقعد بس العمل تقعد تبني دولة دولة عرفت موش اسمه قعد تبني دولة فما يصير في يوم وليلا لكن اكو مشاريع يا ايه اكو غوانين يا ايه غرين وايس غوانين بس يبينا فترة ما تحس فيه شغلة تسوي لهم جسر ولا تسوي لهم مستشفى المستشفيات اللي موجودة وايت زينة بس هم بعد ربعنا اذا مدحت الحكومة قال هذا اسكت الحكومة الحكومة هذه تتوقع البعض طالب تغييرها ان الحكومة مو قادرة تجاري المجلس هل هذا الكلام صحيح ولا الحكومة قادرة ان اتكامل ما يقدر شوف ما يقدر واحد على ستين خمسين نائف يعني كل واحد له وجهة نظر ووجهت نظرك انت بس في النهاية انا اقول لك ماشي الشقل انا اقول لك الشقل ماشي وان كان بعض القصور مني ولا مني ولا مني بس الامور ماشية ما عليكم الكلام الصيحة انا مثل ما قلت لك اكو مجموعة 80% من الشعب الكويتي قاعد راضين واكو عشرة هني وعشرة هني هذولا يناجرون هذولا وهذولا يناجرون هذولا فبالنهاية ان شاء الله انا اقول الله يجمعنا كلنا على الخير هذه بلدنا اذا تركنا اذا تركنا وترجلنا كلنا عن خدمة الوطن ترى الوطن ماكو مثل ما انت قد ما نبينيقعد مثل المصارعين هذا يطق هذا هذا اخر شيء كلهم طاحوا والبلد واقفة ان شاء الله الله يجمعنا ان شاء الله كلنا على عمل الخير له الكويت عمل الخير للشعب اللي قاعد ان شاء الله نشوف بلدنا نعم افضل من الحين ان يتمرنا بإذن الله ومشكور بطلال لك لحضرك معنا في هذه الحلقة وان شاء الله تتكرر في لقات اخرى ان شاء الله نشوف في نتاج اللي جانا تحقيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله أن شاء الله يقول بعمرة يقول. انا ما يهمني استجواب ابيكم اتحاسبون لان ان حصلت الوزير اشتقل يجاب العمل اجاب فريق العمل اللي قاعدين انا حضرت في وزارة تخطيط شفت مجموعة وشفت عمل منظم في ان شاء الله اذا طبقه لدرجة ان كل المسؤولين في البلد وقعوا على ان احنا راضين ان تحاسبونا اذا ما دنافذنا الخطة مالتنا وهذا راح تشوفونا ان شاء الله عن قريب هذا الكلام ممكن أسبوع اللي فات في الجلسة اللي فاتت تقول لنا الأخت وزيرة الشؤون مع الشيخ محمد العبدالله وهذا إنجاز وكان فيه رجال حقيقة من وكلاء الوزارات ومؤكلة المساعدين ويتحملون المسئولية معانا كلنا إن شاء الله نعم أتمنى لكم التوفيق ورفوه وإن شاء الله تكره في لقات أخرى ومشاهدين الكرام مستمير معكم بعد التعاصل